تعقيبا على المكرمة الاميرية التي اعلن عنها اليوم قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه يواصل لليوم الثاني على التوالي ارسال البشائر واحدة تلو الاخرى بمناسبة اعياد الكويت الوطنية الغانم في تغريدات على حسابه في تويتر اضاف انه بعد تكفل سمو الامير بديون الغارمين المحبوسين على ذمة قضايا مالية ها هو سموه يبشر اليوم بمنح ابنائه الايتام مكرمة مالية على نفقته الخاصة واكد الغانم ان ما يقوم به سمو الامير تجسيدا لمعنى الاحتفاء بالاعياد كونها مناسبات غير حصرية من حق كل الناس بكفة شرائحهم ان يحسوا ببهجتها وفرحها مضيفا ان سمو الامير يريد بتلك المكرمات المتوالية ان يشرك الجميع بهجة اعيادنا الوطنية داعيا المولى جلت قدرته ان يجزي سموه خيرا وان يجعل مبادرته الانسانية في ميزان اعماله اشتركوا في القناة